إشادة بتعاون نموذجي بين مصالح وزارتين الداخلية في المغرب وإسبانيا وتنويه بالجهود المبذولة من أجل التنزيل التدريجي لمختلف النقاط المتضمنة في خارطة الطريق المعتمدة مؤخرا بين الرباط ومدريد وقبل ذلك تذكير بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات القائمة بين المملكتين بحسب بلاغ مشترك شكل اجتماع العمل بين وزير الداخلية المغربي ونظره الإسباني مناسبة لتسليط الضوء على التعاون المغربي الإسباني النموذجي في مجالات الهجرات والأمن خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وهنا شدد الجانبان على ضرورة تعزيز أكبر لتعاونهما في هذا المجال اللقاء كان فرصة كذلك لإبراز أهمية الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار الإقليمي الذي يظل هدفا رئيسا ومسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعالا في مختلف المجالات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن البلدين ترجمة نانسي قنقر